عادة المستضيف إما يفضل سيتعادل أو يفضل نعم يعني لو تسأل يعني أنا أقول هم رح أخذك إحنا الفريق العراقي لعب مالك ودور في مباراة ودية قبل أسبوع حوالي الفريق العراقي تعادل صفر صفر هل نتيجة نتيجة المباراة خدعة الفريق القطري لا أنا أقول هذا يمكن الفخ الذي نصبه الأكوادوريين لقطر ممكن مو بس هذا يعني ربما لم يكن التشكيل الأكوادوري أمام العراق أو ربما لم يكن التكتيك الأكوادوري أمام العراق هو الذي يعني فاجأ مو فقط هذه القطريين اليوم وعلي مو فقط هذه وإنما كثير من اللاعبين اللي كانوا يلعبون بالدبريات الأوروبية ما يجوا اللعبون ضد العراق يعني على سبيل المثال الهداف خلني نقول لي حتى اللعبة هو هداف كاس العالم اللي هو بلانسي بلانسي يلعب نادي بولتون يلعب بسطنبلا ويلعب بالدورة الإنجليزية هو على طول الخط هو هداف بالدورة الإنجليزية هذا ما لعب ضد العراق أكو مباراة أخرى أنا أقول أيضا غشة من غشة الوفد الأخوة القطرين قائمين قبل أشهر عادت اللعبة مباراة ودية مع نفس الفريق مع الأكوادور في مباراة رائعة جداً حضر الجمهور الغفير أربعة ثلاثة فازوا الفريق القطري أربعة ثلاثة نعم ربما حسبوا حساب أنا أقول عليه خاطئ إنه إحنا بإمكاننا أن نهزم الفريق القطري لكن اليوم كان الفارق كبير ورح نتكلم على النواحي الفنية نسمح له